السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن كل أخبار الكرة المصرية لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في بداية الأمر طبعا السوشال ميديا كلها مشتعلة بأزمة رمضان صبحي وتصريحات الأستاذ جمال علام بسبب تصريحاته بشأن أزمة رمضان صبحي والإيقاف والكلام ده كله هنستعرض مع حضراتكم كل التفاصيل في الحلقة دي لكن ما تنساش لايك للفيديو وشير علشان نوصل للحلقة دي لكل الناس في مقدمة قوية جدا إبراهيم فايق بيفتح النار على جمال علام بسبب تصريحاته بشأن أزمة رمضان صبحي فتح الإعلام إبراهيم فايق النار على تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن اتهام رمضان صبحي نجم نادي برامدز بتناول المنشطات مؤكدا أن جمال علام كان لا يستطيع أن يتخذ نفس الموقف في حال كان رمضان صبحي لاعبا في الزمالك أو الأهلي جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن طلق الاتحاد خطابا من مكفحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لللاعب فريق برامدز رمضان صبحي وقال إبراهيم فايق لا يجوز من اتحاد الكرة أو جهة من الجهات الإعلان عن اتهام لاعب في أمر المنشطات إلا إذا سبت تناول اللاعب وبالتالي كان أمام إصدار عقوبة بالإيقاف بعد التأكد من الوقع وإبراهيم فايق الكمال لو اتهام رمضان نهائي وأكيد كانت الوكالة المصرية للكشف عن المنشطات هي من أعلنت عن النتيجة ولابد من الحرص عند تناول هذه الأخبار لأن هذه الأخبار تؤثر بالسلب على مستقبل لاعب داخل الملاعب إبراهيم فايق الكمال خلال تقديم حلقة جديدة من برنامج جمهور التالت شمال على قناة أون تايم سبورتس هل كان يقدر أو يجرؤ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن يعلن موقف زي ده لو كان رمضان صبحي لاعب في الزمالك أو الأهلي لا يجرؤ الكمان بخلاف الخطأ الجاسيم اللي تم في استبقاق الإعلان فإن الاتحاد لن يتحمل موجة الغضب من جماهير الأهلي أو الزمالك قال كمان هناك حالة غضب من جماهير الأهلي من رمضان لحبها وأملها في رمضان صبحي ثم انتقل لي برامج فما ينفعش نستغل الحالة دي ونجيبه في الحيطة ونضربه إبراهيم فاي اختتم حديثه قال ما ينفعش نستغل إن رمضان صبحي ما عندوش ظهر جماهيري ويكون عليه هذا الاستقواء ده بالنسبة لرمضان صبحي رد ناري من إدارة برامجز على اتهام رمضان صبحي في أزمة المنشطات إبراهيم فاي بيعلن التفاصيل كاملة كشف الإعلامي الكبير إبراهيم فاي عن رد إدارة نادي برامجز على اتهام رمضان صبحي نجم الفريق في أزمة تناول المنشطات مشيرا إلى أن النادي السماوي طلب فتح العينة التانية اللي سحبها من اللاعب وكمان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كشف عن طلق الاتحاد خطابا من مكافحة المنشطات يفيد بإيجابية عينة رمضان صبح لعب فريق برامجز فاي قال كمان العينة التي تم سحبها من رمضان صبحي كانت في سبتمبر والنتيجة تم إرسالها في مارس بعدما تبعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الود عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات النادو ووجدت أن هناك عينة سقطت منهم وغير محللة ومفسدة وصفرة وقال كمان برامجز طلب فتح العينة التانية وتحليلها وإرسال النتيجة القود الخاص بالمنظومة الدولية لمكافحة المنشطات يؤكد أن مندوب المنظمة هو المنوط بمراقبة اللاعب وإدراج العينة وإرسالها في حال إفساد العينة فإن المندوب لم يؤدي دوره وأكد إبراهيم فيئ خلال تقديمه حلقة جديدة برنامج جمهوري التالتة على قناة برامجز طلب توضيح حول فساد العينة الأولى لرمضان صبحي ده بالنسبة لرمضان صبحي كمان بعض الأخبار اللي معنا أن فيه تقارير بتكشف موقف الزمالك من إقامة مباراة القمة أمام الأهلي في السعودية كشفت تقارير صحفية موقف نادي الزمالك من خود لقاء القمة في الدوري أمام النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية اقترب مسؤول القرى المصرية من إنهاء الاتفاق حول إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري بالمملكة العربية السعودية وكشف موقع في الجول أن الزمالك يرحب بإقامة المباراة في السعودية مبدئيا خصوصا وأن النادي سيحصل على مقابل مادي ضخم وقال كمان إن إدارة النادي الزمالك سوف تشترد عدم تعارض موعد المباراة مع مباريات الفريق في الكونفيدرالية وقال كمان الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك قد حقق الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوء الكأس الكونفيدرالي إفريقية على أن يخذ الفريق مواجهة الإيئاب أمام فيوتشر يوم الحد القادم على إستاذ القاهرة الدولي وحددت ربطة الأندية يوم 15 إبريل الجاري موعدا لمباراة الزمالك أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري وفي حال تآهل الزمالك لنصف نهاية الكونفيدرالي إفريقية فسيلعب مباراة الزهاب مع الفايز بين دريمز الغاني والملعب المالي يوم 21 إبريل في القاهرة كمان الكابتن أحمد حسام ميدو بيفتح النار على جمال علام بسبب أزمة رمضان صبحي مع المنشطات فتح الإعلام أحمد حسام ميدو نجم النادي الزمالك السابق النار على جمال علام رئيس اتحاد الكرة بسبب تصريحاته حول أزمة رمضان صبحي نجم برامدس وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن وصول خطاب من لجنة مكافحة المنشطات المصرية تؤكد إيجابية العينة رمضان صبحي لاعب نادي برامدس ميدو قال كلل تقديمه حلقة جديدة من برنامج الرمونتادة عبر فضائية المحور حديث جمال علام على عزمة رمضان صبحي خطأ كبير وقال كمان قانون منظمة مكافحة المنشطات الدولية واضح وصريح حتى في حال وجود عينة إيجابية فيجب أن تكون سرية للغاية وأكد ميدو أصعب عقوبة ليست الإقاف وإنما الإعلان عن الأزمة بخرق واضح وصريح للبروتوكول الدولي للجنة مكافحة المنشطات ميدو قال كمان في آخر حديثه ما فعل رئيس الاتحاد الكرة هو إما إعلان عن عقوبة اللاعب عن عمد فتكون جريمة رياضية أو أعلن عنها عن جهل بالقانون وهي جريمة إدارية أكبر من الأولى ده بالنسبة لقصة رمضان صبحي وحديث إبراهيم فايق وحديث أحمد حسين ميدو وكمان موقف الأهل والزمالك من مباراة القمة دي كانت أبرز الأخبار اللي موجودة معنا النهاردة يريد يا صديقي فضلا وليس أمرا لو عجبك الفيديو يريد تدعمنا باللايك الجميل للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد سؤال الحلقة هل تصرف رئيس الاتحاد الكرة المصري جمال علان في موقف رمضان صبحي هو تصرف قانون ولا تصرف بجهل مستنى رأدكم في التعليقات بشكرك انككملت معايا الحلقة للنهاية أشوفك على خير مع السلامة